اشتركوا في القناة املا في منع فوزه بولاية رئاسية ثانية وهو الهدف الاقرب الى الواقع برأي مراقبين نظرا لحساسية موضوع ارسال قوات عسكرية الى خارج البلاد لدى الناخب الامريكي وفي هذا السياق تتحدث صحف غربية عن مساعي ايران لادامة زخم هجماتها على القوات الامريكية عبر اعادة تشكيل ميليشيات موجودة اصلا وباسماء جديدة للتمويه ورغم ان واشنطن لا تنوي الانسحاب من العراق واختارت بدلا من ذلك اعادة تموضع قواتها وتركيزها في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل ونصبت مؤخرا منظومات دفاعية لصد الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الا ان الاخيرة ما زالت تراهن على ورقة ضرب قوافل امداد القوات الامريكية المنتشرة في البلاد في اطار الثائر لمقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد غير ان ملف القوات الاجنبية المنتشرة في العراق ليس شأنا عراقيا بحتا بقدر ما هو جزء من الصراع على النفوذ في هذا البلد بين طهران وواشنطن برأي الكثيرين فطهران تسعى لمزيد من اثارة القلق لدى الامريكيين وصولا الى دفع ادارة ترامب لسحب قوات بلادها من العراق بينما تتمسك واشنطن بالحفاظ على موطئ قدم لها لمنع ايران من التغول اكثر وتبديد احلامها في اكمال مشروع طريق طهران بيروت ملامح الصراع الحالي بين طهران وواشنطن قد تبدو اوضحة في الايام المقبلة لا سيما مع زيارة الكاظم المرتقبة الى الولايات المتحدة وهي الزيارة التي تقلق ايران وادواتها في العراق وتعمل على افشالها خشية ان تثمر هذه الزيارة عن اتفاقات تتعارض مع المصالح الايرانية مثل تقديم واشنطن مساعدات للسلطات الحكومية في مقابل تعهد الاخيرة بالالتزام بتطبيق العقوبات الاقتصادية القصوى على ايران وفك الارتباط معها في ملف الطاقة وهو ما تعمل ايران جاهدة على افشاله عن طريق اذرعها